الشكل الرباعي ABCD عبارة عن معين رنبس والمطلوب من إثباته هو أن أقطاره متعامدة أي أن AC عمودي على BD دعونا نفكر بكل شيء نعرفه عن المعين أولا أن المعين حالة خاصة من متوازل أضلع في متوازل الأضلع تكون الأضلع المتقابلة متوازية أي هذا أضلع موازيا لذاك أضلع هذان أضلعان متوازيان في المعين ليس كل ضلعين متقابلين متوازيين وحاسب وإنما جميع الأضلع لها نفس الطول أيضا هذا أضلع يساوي ذلك أضلع ويساوي هذا أضلع وأيضا يساوي ذلك أضلع هناك المزيد من الأشياء المثيرة للاهتمام التي نعرفها عن أقطار متوازل أضلع حيث نعلم أن جميع المعينات عبارة عن متوازيات أضلع الطريقة الأخرى ليست بالضرورة أن تكون صحيحة نحن نعلم أنه في أي متوازي أضلع والمعينة عبارة عن متوازي أضلع تتقاطع الأقطار على سبيل المثال دعوني أسمي هذه النقطة الموجودة في المركز النقطة E نعلم أن A E سيساوي E C سأضع خطان مزدوجان هنا نعلم أيضا أن A B سيكون مساويا ل E D سيكون مساويا ل E D هذا كل ما نعرفه عندما يقول أحدهم أن A B C D عبارة عن معين استنادا إلى الأشياء الأخرى التي قمنا بإثباتها الآن سنثبت أن A C عمودي على B D والطريقة الممتعة لإثباته ويمكنك أن تمعنا النظر به هي إذا أمكننا أن نوضح أن هذا المثلث يصابق هذا المثلث وأن هاتان الزاويتان متناظرتان بالتالي ستكونان متساويتان ومكملتان قياس كل واحدة منهما تسين درجة إذا دعونا نثبت هذا أول شيء نراه هو أن لدينا ضلع وضلع وضلع ضلع وضلع وضلع فيمكننا أن نرى ذلك المثلث دعوني أكتب هنا بلون جديد فيمكننا أن نرى أن المثلث A B E يطابق المثلث C B E المثلث A B E يطابق المثلث C B E المثلث C B E من خلال تطابق ضلع وضلع وضلع من خلال تطابق ضلع وضلع وضلع أس 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 وبهذا نعلم أن جميع الزوايا المتناظرة تكون متطابقة بشكل خاص نعلم أن الزاوية A E B الزاوية A E B ستطابق الزاوية C E B ستطابق الزاوية C E B لأنهما زوايا متناظرة لمثلثات متطابقة إذن هذه الزاوية ستساوي تلك الزاوية ونعلم أيضا أنهما مكملتان كلاهما مكملتان بالتالي نعلم أيضا دعوني أكتبها بهذه الطريقة أنهما متطابقتان ومكملتان هتان الزاويتان سيكون لهما نفس القياس ويجب أن يكون مجموعهما 180 درجة إذا كان لدي زاوية متساوية ومجموعهما 180 درجة ماذا يعني هذا؟ يعني أن قياس الزاوية A E B قياس الزاوية A E B يساوي قياس الزاوية C E B والقياس يجب أن يكون 90 درجة لهما نفس القياس وهما مكملتان هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية قائمة كما هو واضح فإن هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية الموجودة في الأسفل مقابلة بالرأس كما ترى فإن الأقطار تتقاطع بزاوية 90 درجة لقد أثبتنا إذا في متوازل أضلاع الأقطار تتقاطع مع بعضها أما بالنسبة للمعين تكون جميع الأضلاع متساوية لقد وضحنا أنها لا تتقاطع وحسب بل تتقاطع بشكل عمودي أيضاً ترجمة نانسي قنقر